على مدى عقود من الزمان وضمن النهج العدائي الذي اتخذته قطر ضد البحرين حاولت الدوحة مراراً وتكراراً أن تزور وثائق ومرسلات باسم حكام البحرين وذلك في محاولة لإثبات حقوق سياسية مزعوبة بين الزور والبهتان خطت قطر بأحبارها فصلاً كاملاً من التزوير ليست مرة أو مرتين بل مرات ومرات أقدمت فيها قطر على تزوير وثائق رسمية لانتزاع حق لم يكن لها من البداية ولن يكون فبلا مسؤولية وبكل رعونة زورت قطر على مدى التاريخ وثائق لرؤساء وحكام ولدول وأنظمة وإليكم أكبر عملية تزوير في تاريخ العدالة الدولية ففي وثائق قطر المزورة احتلت مراسلات حكام البحرين ومواطنيها من العوائل المعروفة حيزاً كبيراً إلى جانب مراسلات لحكام دول خليجية هي الأخرى زورت كل هذا التزوير أراد أن يلفق القصص من أجل إثبات روايات قطرية ملفقة تهدف لتحقيق أجندة سياسية لكن علماء مكافحة التزوير أبطلوا صحة الوثائق فهذه رسالة خطية أصلية بإسم حاكم البحرين سابقاً الشيخ حمد بن عيسى الخليفة تعود لعام 1934 وكانت موجهة للشيخ أحمد الجابر الصباح ويظهر فيها الختم الأصلي وأما هذه فهي رسالة مزورة منسوبة للشيخ حمد بن عيسى فختمها المزور ليس بشاكلة الختم الأصلي للشيخ حمد وليس بنفس الأسلوب ولا نوع الخط ولا تحمل في تذليلها تواريخاً عكس ما كانت عليه الرسائل الأصلية ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد أرادت قطر للقصص المزعومة أن تزور على مستويات رفيعة وقد أفرد الخبراء فصلاً خاصاً للتزوير في رسائل منسوبة لحكام أبو ظبي ودبي وأظهرت التحقيقات تزوير النصوص والأختام والتواقيع كذلك هو الأمر في رسائل الملك عبد العزيز فقد اتضح جالياً حجم الفرق بين الرسائل الأصلية للملك عبد العزيز الخارجة من ديوانه سواء تلك المكتوبة بخط اليد أو بآلة الكتابة ومن رسالة مزورة واحدة يتبين حجم التزوير ناهيك عن تزوير مراسلات باسم عبد الرحمن القصيبي ممثل الملك عبد العزيز في البحرين آنذاك كما أن قطر زورت بأسماء سكان أهل البحرين تزعم بأنهم من كتبوها وفحوا الرسائل تهدف لأن تثبت صحة ما تدعي قطر في عدد من المواقف ولكن العريضة الأصلية تثبت عكس ذلك تماماً والتي وقعها عيان من أهل البحرين هم أيضاً أبطل صحة المزاعم القطرية مغامرات قطرية تاريخية لا يمكن اعتبارها سوى أنها جريمة نعم جريمة التزوير المدوية والدامغة التي تدين الدوحة وتعزز من موقف البحرين لا سيما أمام المجتمع الدولي ومن تحدثه نفسه بتزوير الورق ليس بعيداً عليه تزوير كل شيء اشتركوا في القناة